السلام عليكم عزيزي طلاب الصف الرابع الابتدائي نلتقل اليوم بإذن الله مع حل الكتاب الرياضيات واليوم مع اختبار منتصف الفصل السادس والدروس من 1.6 إلى 6.1 إلى 6.3 السؤال الأول أوجد ناتج الضرب 30 في 38 نقوم أولا كما تعلمنا في عملية الضرب في ضرب عددين أو عدد مكون من رقمين نقوم بضرب الأحد 0 في 8 بصفر وبعد ذلك نقوم بضرب 3 في 38 فيكون الناتج 114 فيكون الناتج النهائي 1440 إذن حصل ضرب 30 في 38 هو 1140 بعد ذلك نضرب 20 في 52 فنقوم بالضرب كما قلنا نضرب 0 في الأحد في الرقم 0 في 2 و 0 في 5 ثم نضرب 2 في 52 بمئة 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 وأربعة فيكون الناتج هو 1040 السؤال الثالث القياس يمارس سلطان رياضة الجري 30 كيلومتر أسبوعيا إذا كان عدد أسابيع السنة الهجرية 51 أسبوعا تقريبا فكم كيلومتر يجري في السنة نقوم بعملية ضرب 30 ضرب 51 هكذا فنقوم بعملية الضرب فنجد أن الناتج هو 1500 و 30 كيلومتر في السنة 1500 و 30 كيلومتر في السنة أسأل الرابع اختيار من متعدد أوجد مجموع أطوال 30 تمساحا حيث حديث الولادة ولدينا هنا طول التمساح حديث الولادة هو 20 سنتيمتر فنقوم بعملية ضرب 20 ضرب 30 هكذا ونقوم بضرب الصفر الأحد ثم 2 في 30 ب60 فيكون 600 هو مجموعة أطوال 30 تمساحا إذن الإجابة الصحيحة هي الإجابة دال السؤال التالي يقدر الناتج ثم بين إذا كان التقدير أكبر من أم أقل من الإجابة الدقيقة 4 14 ضرب 24 نقدر هذه العملية فنقول 4 10 نعم نقوم بعملية ضرب 10 ضرب 20 ويكون الناتج 200 فالناتين فالناتج هنا مع التقدير أقل من إذن هنا في المسألة هذه المسألة الخامسة التقدير أقل من في المسألة السادسة ب800 فهنا التقدير أكبر في هذه المسألة التقدير أكبر من الناتج أو أكبر من الإجابة الدقيقة السؤال السابع اختيار من متعدد عدد أيام السنة الهجرية يساوي 354 يوما تقريبا ما أفضل تقدير لعدد أيام 23 سنة نقوم بعملية الضرب 23 الأقرب إليها 20 فنقوم بضرب 20 ونقرب 354 نقرب إلى 400 فيكون 20 ضرب 400 فيكون الناتج 8000 إذن أقرب أفضل تقدير هو هنا 8000 يوم في 23 سنة ننتقل بعد ذلك إلى السؤال الثامن إذا كان عدد الرسائل البريد الإلكتروني التي يرسلها الشخص الواحد شهريا هو 25 رسالة فقدر كم رسالة تقريبا يرسل في السنة الواحدة في السنة الواحدة السنة بها 12 شهرا فنقوم بعملية ضرب 25 ضرب 12 يساوي نقرب الـ 12 إلى 10 فنقول 25 ضرب 10 يساوي 250 رسالة تقريبا 250 رسالة تقريبا في السنة أستعمل خطة التنفيذ لحل الأسئلة 19 عمر والدة عمر والدة نورة 40 سنة وهذا يزيد على ثلاثة أضعاف عمر نورة بثلاثة عشر سنة كم عمر نورة فنقول عمر نورة يساوي عمر نورة يساوي إذا نقوم بعملية طرح أولا نطرح أربعون من سبعة من ثلاثة عشر سنة وهو الثلاثة أضعاف أربعون طرح ثلاثة عشر يساوي سبعة وعشرون ثم نقوم بعد ذلك بقسمة السبعة وعشرون على ثلاثة وهو الثلاثة أضعاف يساوي تسع سنوات إذا عمر نورة هو تسع أو تسع سنوات إذا عمر نورة تسعة سنوات السؤال العاشر في جيب أحمد أربع أوراق نقدية قيمتها واحد وثلاثون ريالا ما قيمت كل من الأوراق الأربعة التي في جيب في جيب أحمد أربعة أوراق نقدية قيمتها واحد وثلاثون ريالا إذا ما قيمت كل من الأوراق الأربعة التي في جيبه أولا لدينا 31 فإذا لديه في جيبه ورقة في جيب أحمد ورقة واحدة من فئة 1 ريال ورقة واحدة ورقة واحدة فئة الريال فئة الريال وثلاثة أوراق وثلاثة أوراق فئة العشرة ريال وثلاثة أوراق فئة أو من فئة العشرة ريال من فئة عشرة أو عشرة ريالات هذه هي الأربعة أوراق إذا ورقة واحدة في جيب أحمد ورقة واحدة قيمتها ورقة واحدة قيمتها واحد ريال أو من فئة الواحد ريال وثلاثة أوراق من فئة العشرة ريالات السؤال الحادي عشر أكتب عدد الأصفار في ناتج الضرب الموضح أدنى ووضح إجابتك سبعون ضرب أربعون عدد الأصفار في هذه العملية الضرب هو صفريني عدد الأصفار اثنين أو يساوي صفريني اثنين نوضح إجابة ذلك لأننا نقوم عندما نقوم بعملية الضرب أربعون أو سبعون ضرب أربعون هكذا تساوي هذا الصفر وهذا الصفر هكذا ينزلون هنا وأربع ضرب سبع يثاوي ثمانية وعشرون فالناتج الفان وثمانمائة إذن الناتج يحتوي على صفرين في هذه المسألة هكذا أعزائي نكون قد أنهينا حل اختبار منتصف الفصل ألقاكم على خير بإذن الله تعالى مع ضرب عدد من رقمين في عدد من رقمين لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد دمتم في أمان الله وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته